السلام عليكم عامليني يا رب تكونوا بخير رجعنا لكم في فيديو جديد فيديو النهاردة شباب حاجة عظم العظم طيب المنصة اللي معنا دي اتبقى لها يومين بس زي ما بيقولوا كده يعني وش الزبدة بمعنى اصح خلونا نعرف التعامل معها ازاي و ايه الدنيا و انا عملت اداع بكام و او ريكو تجربتي و ان شاء الله هيعجبكم الموقع ده طيب يا شباب اللي ما عملش اشتراك يشترك و افعه على زر الجرس عشان يوصل له كل جديد و انزل يا صاحب ادينا لايك رايق كده على الفيديو دوت و كومنت برأيك لو عجبك المحتوى بتاعنا دوت هدفنا من القناة زيادة رأس المال والربح المجاني و انضم في قناتنا تليجرام علشان لو ايف معاك اي حاجة هناك بنتنقش في كل حاجة وبننزل هناك الاخبار قبل ما ننزلها على اليوتيوب و عشان تبقى من اول المستفدين انضم لنا هناك و اتنورنا يا غالي و عشان ما نتوش في المقدمة خلونا نصلى على النبي و يلا نخش في الشرح على طوق طيب ناخد فكرة عامة كده عن الموقع الموقع بقاله يومين زي ما انا قلتلك ديت الادعات كلها ديت الناس اللي عاملة اداء او هنا الناس اللي عملت ويستروت في واحد لسه عامل ويستروت 180 دولار دلوقتي طيب خلونا ننزل تحت كده بقولك عندنا هنا كذا خطة عندنا الخطة الجولد والبرونز والسيلفر السيلفر من 15 دولار اللي 100 دولار بتطلع لك يوميا 12% يعني حضرتك لو عامل 10 دولار هتسحب يوميا 1 دولار و 20 سنت الموقع بديك مكافأة 10 دولار عند التسجيل و حضرتك بتحتاج تعمل اداء ب 5 دولار بس يعني حضرتك بتفعل الخطة ب 5 دولار وبتسحب يوميا 1 دولار و 20 سنت مفيش اجمل من كده وهنا عندنا الخطة البرونز من 50 ل 200 بتبدأ ب 6.5% لمدة 20 يوم و عندنا هنا خطة الجولد من 100 ل 300 بتديك 5% يوميا وهنا لمدة 30 يوم طبعا انا شايف ان ديت اجمل خطة لانها اقل وقتا و ديت اللي انا هشترك فيها ان شاء الله معاكم ب 100 دولار طبع عشان من داعش وقت يا شباب خلونا نشوف التسجيل ازاي تماما يا شباب اول ما حضرتك بتدوس على اللينك اللي انا سابه لك في الديسكريبشن او الكومنت ومثبت بتفتح معاك الوجه اللي انت شايفها دي هنا بنكتب له الاسم الاول وهنا بنكتب له الكينيا اي حاجة احمد محمد مثلا وهنا بنختار الدولة بتاعت حضرتك وهنا بتحط له رقم تليفون بتاع حضرتك وهنا الجميل وهنا اسم المستخدم بتاعك اللي انت بتسجل به وهنا كلمة المرور الباسورد وهنا بتاكد له الباسورد ويتقول له ان اتطفك معه عشر قرية الاحكام وتدوس له هنا وبتقول له افتح حساب الان ثب خلينا نفتح الحساب بتاعي تمام يا شباب اول ما حضرتك بتفتح بيفتح معاك بالوجهة دي. طبعا حضرتك هنا بتكون عندك 10 دلار انا اعملت ايداع هنا ب 100 دولار طبعا اول ما حضراتك بتسجل بيكون معاك 10 دلار اول ما بتسجل كده فوري بيكون معاك 10 دلار فمحفاستك انا هنا اعملت ايداع بميلة دولار دلوقتي تعالوا نفعالها الاول يلا مع بعض. نضغط على استثمار. وهنا بقول لحضرك عندك الخطة الزهب البرونزية والفضة. طيب احنا هنختار الفضة. استثمر الال. هنا بقول لي رصيدك مية وعشرة. طيب انا هنا هقول له مبلغ الاستثمار هقول له مية. وهقول له نعم. كده اشترا لي الخطة بتاعتي يا شباب. هنا هيطلع لي يوميا اتناشر دولار. هنا هيطلع لي يوميا كام اتناشر دولار. طيب حضرك طبعا بتشوف المبلغ اللي مناسب ليك انا ما بديش نصحة استثمارية. انا بعرض تجربته حضرك بالكرر ان كانت هتنسبك ولا لا. هنا بقى حضرك بتختار المبلغ اللي هنسب حضرتك وتعمل به استثمار. طيب لو رجعنا كده على كلمة اداع. حضرتك بيديك هنا خانتين للاداع. بقول لحضرك هنا من البيير من واحد لالف دولار امريكي. يوز يا شباب. يو اس دي. مش يو اس دي. تمام? وهتضغط له على خانة اداع. هنا كده مسلا. وهتقول لحضرك المبلغ اللي انت عايز تعمله. لو انا مسلا عايز اكتبله هنا مية. وهقول له التالي. هيقول لحضرك هنا. بيقول لحضرك هنا المبلغ مية دولار. التكريفة صفر دولار. مستحق الدفع مية دولار. وهنا بقول لحضرك معدل التحويل واحد دولار امريكي بيسوا واحد دولار امريكي بالدولار امريكي. يعني مفيش اي رسوم على التحويل. هنضغط هنا يتأكد. هنا بدي حضرك العنوان اللي هترسل عليه. وهنا بتحط له المعرف اللي انت بعدت منه. وبتقول له ادفع الان. بس كده عرفنا طريقة البير. خلينا نخش على طريقة. هنا بقول لحضراتك. نركز تي ارسي عشرين. وبنضغط له على ايداع. وهنا بتقول له برضو حضراتك المبلغ. مية مسلا وقت تالي. وهنا بيقول لحضراتك تمام نفس الكلام اللي فات. وهنا بنقول له يتأكد. وهنا بيقول له حضرتك ابعت لي شاشة لعملية الاداع. يعني حضراتك بتاخد له سكرينشوت للمعاملة اللي انت بعدت بها. وبتقول له حدد لقطة الشاشة لعملية الاداع. بتحدد منها هنا. وتختار الصورة وتقول له ايدفع الان. انا طبعا عملتي اداع. بجرب الاداع في الموقع. وكله تمام التمام. طيب. هنا تمام خصم لنا هنا الرصيد بتاعنا. هنا معنا عشرة لسه هوت. وهنا عندنا مية دولار. في مبلغ الاستثمار. وهنا الرصيد اللي هنسحب منه. هنا رصيد المحفظة الفائدة. هنا الرصيد اللي هنسحب منه. طيب خلينا نعرف نسحب هنا كده. بيقول لحضراتك عندك ترقيتين برضو. السحب. بير وتي ارسي عشرين. ولو ضغطنا له هنا على كلمة بير. هتقول له هنا انا عايز اسحب مثلا. وليكن مثلا خمسين. وبعد كده نضغط له على يتأكد. طيب هنا بقول لحضراتك رصيد غير كافة في محفظتك. تمام? خلنا نضغط له على الحساب هنا اعداد الملف الشخصي. هنا طبعا يا شباب البيانات بتاعت الشخصية انا هيبقى خفيها. وهنا بقول لحضراتك لو انت عايز تحط المدينة والعنوان بتاع حضرتك والحالة بتاعتك. يبقى تمام التمام تمام. طيب خلينا نشرح هنا خانة تحويل الرصيد. هنا بقول لحضراتك اختار المحفظة بتاعتك. هنقول له محفظ الفائدة. مثلا ده لو انت عايز تبعث لحد. وهنا بتكتب له اسم المستخدم اللي انت عايز ترسل ليه. وهنا بتقول له المبلغ اللي انا عايز ارسله. لو انا عايز ارسل مسلا لحد خمسين. هنا بقول لك هيبقى فيه تلاتة دولار ونص رسوم. وبعد كده هتتغطوا تحويلها ويصلوا المبلغ من غير اي مشاكل. طيب هنا خانة الاحالات. لو هنا ضغطنا له على خانة لجنة الاحالة. هنا بقول لحضراتك الناس اللي تحتك في الاحالات. وهنا عمولة الفائدة بيعرفك ان تطلع لك الدين من الفائدة بتاعتك. وهنا لجنة الاستثمار. وهنا لو رجعنا له تاني المستخدمون المشار إليهم. وهنا بقول لحضراتك الناس اللي انضمت تحتك. طيب. الدعم بتاعها كويس جدا. لو توصلت معك حب تتواصل مع منين. لو ضغطنا له على كلمة بركية هنا. هنا الجروب بتاعهم الموقع لسه جديد زي ما احنا عارفين مية خمسة وعشرين مشترك بس. لو ضغطنا له هنا على اوبن تليجرام ديسكتوب. هيفتح لنا على طول الجروب بتاعهم من غير المشاكل تقدر لو وقف معك اي حاجة تتواصل معهم. طيب خلينا نقفل دي كده. طيب احنا شرحنا هنا على طول كل حاجة يا شباب. طيب ده رابط الاحالة بتاعنا. هنتغط له كوبي كده. وهنبدأ نروج له مع الزكاعة النمو. وعلى منصات التواصل الاجتماعي. طيب هنا يا شباب يعتبر شرحنا كل حاجة. ما بش حاجة واقفة معنا. هنا لو عايز حضرتك تغير كلمة السر بتاعتك. وبس كده يا شباب يعتبر شرحنا كل حاجة بشكل سريع ومبسط وسلس. المنصة جميلة يا شباب. المنصة في اول ايامها استغلوها. وزي ما انتشاف انا هنا عامل بمئة دولار اداع. استغلوا الموقع يا شباب او المنصة الجميلة ديت. المنصة اسمها جيت بلو. وان شاء الله نطلع منها ارباح جميلة جدا وكويسة جدا. واتمنى يا رب التوفيق للجميع. ولو حد ويف مع اي حاجة يتواصل معها على التليجرام وان شاء الله نحلها. وان شاء الله ما يبقاش مع حد اي مشكلة. من خلال الشرح اللي انا شرحته دوت. لو مشيت على الخطوات مش هتغلط في اي حاجة بازن الله. ولو لسه ما عملت لنشو اللايك انزل اعمل لنا اللايك الجميل بتاعك. واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وزي ما انتو عارفين يا شباب احنا هدفنا من القناة زادة رأس المال والربح المجاني. واعمل لكم منت برأي حضرتك واشوفكم الفيديو الجاي. والسلام عليكم.